بحضور وزير الثقافة الجزائري ونظيره المصري ولفيف من الوزراء والسفراء والمثقفين والمبدعين المصريين والعرب انطلقت فعاليات الدورة التاسعة والاربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حاملة نسم الكاتب الرحل الكبير عبد الرحمن الشرقاوي والجزائر كضيف شرف المعرض هذا العام سعداء جدا لان تكون الجزائر موجودة باكثر من سبعين ناشر باكثر من اربعة الاف عنوان اردنا ان نقدم جانب من الثقافة الجزائرية ليتعرف عليه اشقاؤنا في مصر ليتعرفوا على الجزائر الجديدة وما يقدمه المبدعون المثقفون الجزائريون في فترة ما بعد الارهاب وبالفعل طبعا حصل لقاء مع علي الوزير وكان حصل لقاء قبل كده سابق وكلمنا في حاجات لكن النهاردة بالفعل تبلورت امور كتيرة جدا ان شاء الله لمشاريع فنية وثقافية مهمة جدا في خلال الشهور القريبة باذن الله المعرض الذي تستمر فعاليته حتى العاشر من الشهر القادم جاء هذا العام تحت شعار القوى الناعمة كيف ويحمل في ايامه العديد من الفعاليات والامسيات والندوات الفكرية والادبية بمشاركة جزائرية كبيرة مشاركة الجزائر تتنزل في اطار برنامج ثقافي وفني أدبي وروائي متنوع وثري من خلال تقديم العديد من الدوات والمحاضرات والقراءات الشعرية من قبل العديد من الشخصيات الأدبية والفنية الجزائرية سبعة وعشرون دولة تشارك في هذه الدورة منها خمسة عشر دولة عربية تتمثل في نحو ثمانمائة وخمسين ناشرا من بينهم أكثر من ثلاثمائة وستين دارا عربية وإجمالي أجنحة بلغت نحو ألف ومئتين كثير من الناشرين والكتاب والمبدعين العرب والأجانب يحرصون على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب إذ يعد أكبر تظاهرة ثقافية في الشرق الأوسط تقام في مصر من كل عام حمد شجع على قناة الشرق الجزائرية القاهرة